حين شرع الحق سبحانه وتعالى في خلق آدم جرى حوار بينه وبين الملائكة وكان من شأن هذا الحوار كما ورد في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم فأبان لهم رب العزة سبحانه الحكمة من وراء خلق آدم فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فأقروا بقصور علمهم وصدعوا للحق والبرهان المستقيم أما إبليس الأخرق فقد خرق إجماع الملائكة الذين استجابوا للحجة البالغة وكانت حجته الخسيسة أنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فكان أول مخلوق يرفع عقيرته بالنداءات العنصرية البغيضة ويتطبع بها فكان أول من رفع لواء العنصرية كأول داعية لها في الكون لذلك ترد من رحمة الله جزاء وفاقا على عنصريته وتكبره اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هابيل كلما جلست مع أمي أطلب منها أن تحكي لي عن الحياة في الجنة فكانت تروي لي عن النعيم والأمان وأشياء كثيرة ولكنها كانت تنهي حديثها دائما بالبكاء لقد أذلهم الشيطان وخدعهما وتسبب في خروجهما من هذا النعيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لماذا تستعيذين من الشيطان يا أختي العزيزة؟ هل حاول أن يؤذيك؟ قابيل أني أعمل وحدي في هذا الحقل؟ أنا لا أتأخر أبدا عن مساعدتك يا أخي أعلم يا أخي فأنت نعم الأخ كيف حال جرحك؟ ألم يطب بعد؟ إنني بخير والحمد لله هيا نعود يا أخوتي قبل أن يحل الظلام فإني أسمع واء الذئاب من بعيد هيا بنا فأنا أخشى على الأغنام منها هيا ما الذي جاء بك أيها الإبليس؟ ألم يكفي كما جمعت من أعوان؟ توقعت أن تستقبلني بشكل أفضل أيها الكبير سوميا لم تجب عن سؤالي ما الذي أتى بك؟ جئت أعرض عليك التحالف معي فأنت كبيرنا وأنا لن أستغني عن مشورتك فكلمتك مسموعة ومطاعة من الجن هل تريد تكرار ما حدث لنا من مآس في الماضي وكنت أنت شاهدا عليها؟ بل وشاركت مع الملائكة في غزونا فأصبحنا كما ترى مشردين مشتتين في الجبال وجزر البحار لا 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 لم أقصد هذا بالعكس فأنا أعمل على توحيد وجمع الجن ليكونوا تحت ريتي أقصد ليكونوا تحت أمرنا أنا وأنت لمحاربة آدم الذي غزى أرضنا هو وبنوه آدم الذي أغويته يا إبليس وتسببت في خروجه هو وزوجه من الجنة ماذا تريد منه بعد ذلك؟ ماذا تريد منه بعد أن فعلت فعلتك معه؟ تذكر غواياتي يا سمي ولا تذكر أنه تسبب في طردي من رحمة الله وحلت علي لعنته إلى يوم الدين فخسرت دنيايا وأخرتي لماذا لا تذكر ذلك يا كبيرنا؟ إنه كبرك وغرورك أيها العين هما من تسبب فيما أنت فيه الآن لا تلقي باللوم على آدم بل عليك أن تعض أصابع الندم وتتجه إلى الله عسى أن يتوب عليك من هذه يا؟ من هذه الجميلة التي تجرأت على إبليس في حضرة كبيرنا؟ لابد أنها ابنتك ابتعد عني يا يهلعين إني أنتظر ردك يا كبيرنا لقد أخطأت في طلبك هذا يا إبليس ستبقى وحيدا يا سمية فأتباعي يتزايدون ولا يعصون لي أمرا لقد سمعت رد أبي أيها العين اذهب ولا ترين وجهك القبيح هذا مرة أخرى هيا سمية لقد سمعت من الرد فاذهب أنت غير مرحب بك هنا اذهب حسنا حسنا سأذهب ولكن لا تلوماني على ما سأفعله إقليمة يبدو عليك الحزن ماذا بك يا أختاه؟ تصرفات قبيلة جاه أخينا هابيل باتت تزعجني وتقلقني كثيرا أبي أيضا قلق من سلوكه ونصحه كثيرا بضرورة أن يحسن تعامله مع إخوته إنه يضمر شيئا في نفسه يا ليبودة إنني أصبحت أخشاه إقليمة ماذا تقصدين؟ فكلامك أخافني أنا أيضا لا أعرف ماذا أقول لك ولكني أدعو الله ألا يحدث مكره لأخينا هابيل لقد انقبض قلبي من حديثك يا أختاه آه كم أتمنى أن تكون هواجسي هذه مجرد أوهام ترجمة نانسي قنقر إني أندهش يا سمية من موقفك مع إبليس ومن عدائك له هل يرضيك أن يحتل الأرض مخلوقات غريبة؟ هل يسعدك هذا الأمر؟ الأرض لم تعد لنا وحدنا يا عينة بعد أن أفسدنا وسفكنا فيها من الدماء إنه عقاب الله لنا ولا نملك إلا أن نقبله إنهم يزاحموننا أرضنا ويناصبوننا العداء لقد بدأت العداوة من إبليس إنهم مسالمون وقد استخلفهم الله في الأرض ليعمروها إنها إرادة الله ومشيئته ونحن يا سمية ما مصيرنا؟ نرضى بحكم الله عز وجل ونعيش في سلام عسى أن يتوب الله علينا ونبتعد عن طريق إبليس حتى لا يوردنا النار معه إبليس هو زعيمنا من الآن وكبيرنا ونحن معه لمحاربة آدم وبنيه يا للمسكينة نجح إبليس في إغوائكم وسيردكم موارد التهلكة كيف لعجوز مثلك أن تتبع هذا اللعين لقد خدعكم وسيأخذكم معه في طريق لا عودة منه أي طريق هذا يا سمية؟ طريق الحصرة والندامة يا عائنة ترجمة نانسي قنقر من يأتيني بهذه اللعينة التي تطاولت على زعيمكم؟ من تقصد يا سيدي إبليس ونحن نأتيك بها في الحال؟ صليطة اللسان تلك المسمات يا قوتة ابنة سمية؟ أريدها مكبلة راكعة ذليلة أمامي كي تعرف من هو إبليس سيدي إنها ماذا بكم أيها التعيسان؟ ماذا بكم؟ ما لكم قد خرستما؟ هل تعجزاني أن تأتي بها؟ إنها ابنة كبيرنا أنا كبيركم ولا كبير لكم غيري هل تسمعان؟ أنا كبيركم أنا آتيك بها يا كبيرنا أيها العزيز إبليس غندور لم أشك لحظة في مدى إخلاصك لأيتها العزيزة ألا تخجلاني أيها الشقيان؟ هيا أغرب عن وجهي هيا رهن إشارتك يا سيدي ايتيني بهذه الشقية الملعونة يا غندور ولك عندي مكافأة كبرى السمع والطاعة يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ترجمة نانسي قنقر اللهم صل على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا يا إلهي ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم لما علم إبليس أنه قد خسر الدنيا والآخرة طلب من الله تعالى أن يمهله ولا ينفذ فيه قضاءه حتى يوم القيامة فأجابه الله لما طلب فما كان منه إلا أن توعد بأن يغوي بني آدم ليدخلهم النار معه ويبعدهم عن رحمة الله الذي بيّن له أن النار بصير كل من يتبع الشيطان ويبتعد عن الهداية وطريق الإيمان هكذا يحذر الله تعالى الناس ويبين لهم أن الشيطان عدو لابن آدم منذ بدء الخليقة وأن هدف هذا الشيطان هو إضلالهم ليوردهم النار معه ليبودا تذوقي هذه الثمرة خذي أيتها اللئيمة سأمسك بك انتظري لن تستطيع اللحاق بي إنه يوم مشمس جميل كم أود أن يكون لي جناحان مثل هذه الطيور لأحلق عاليا في السماء أتأمل روعة خلق الله إقليمة ما لك صامتة لا تتحدثين أفكر يا ليبودا أفكر فيما تفكرين أفكر في أخي هابيل أخشى علي إقليمة لقد سئمت حديثك عن قابيل وهابيل وكأن شيئا جللا سوف يحدث هذا ما أشعر به قاتل الله الغيرة والحسد ترى ماذا تخبئ لنا الأيام؟ ماذا دهك يا قابيل؟ ما كل هذا العداء مع أخيك هابيل؟ كيف تجرؤين على الحديث معي هكذا؟ إنني أختك ولي عليك حق نصيحة وأنا لا أقبل منك أي نصيحة ماذا تريدين يا ليبودا؟ ومن أشار عليك أن تأتي إلي بالنصيحة؟ لا أحد يا أخي إذن فلتعلمي أنني أنا قابيل أنا أول من ولد على هذه الأرض وأنا ولدت بعدك مع هابيل ليتك لم تأتي إلى هذه الدنيا أيتها الدميمة ماذا قلت؟ أتصفني بالدميمة؟ إذن فلتعلم أن هذه الدميمة ربما تكون عند الله أفضل منك يا أول مولود على الأرض ماذا تريدون مني؟ نعم أنا أكره هابيل لأني الأقوى أنا أفضل منه لا أفضل منكم جميعا وسأرث وحدي هذه الأرض ومن عليها أتسمعون؟ أيها المسكين لقد استحوذ عليك الشيطان ونطقت بما نطق به أمام الله لقد أخذك الغرور والكبر وأخشى أن يكون مصيرك نفس مصير الشيطان أفضل منك سوميا لم يسمع لكلامي وسخر مني ومن إبليس لا أدري كيف سنتخلى عن الأرض لهؤلاء الغرباء فمنذ أن حاربتنا الملائكة ونحن متفرقون وماذا لو اجتمعنا تحت راية إبليس لندخل حربا؟ ندخل حربا؟ مع من؟ مع آدم وبني حتى نطردهم من هذه الأرض كيف وآدم خليفة الله في الأرض؟ ونحن لا نستطيع ذلك لا بل نستطيع ما أبدع خلق الله؟ انظري يا إقليمة انظري إلى ماء النهر الصافي وإلى قاعه الممتلئ بالأصداف والأحجار ترى كيف كانت أنهار الجنة التي أخرج منها أبي وأمي؟ مؤكد أنها تفوق هذا النهر جمالاً كان أبي وأمي يحكياني عن طيب بهوائها حيث لا برد ولا حر كان يحكياني عن أشجارها وثمارها الطيبة ترى أكان بها أيضاً سباع ووحوش ضارية؟ ما هذا الصوت؟ ما هذا؟ إنها الذئاب اقفزي إلى النهر يا إقليمة هيا اقفزي أنا لا أحسن السباحة ولا أنا أنا أيضاً لا أحسن السباحة ولكن ما الحيلة؟ اقفزي بسرعة ابتعدي ابتعدي عن حافة النهر يا إقليمة أخشى من الغرق يا لبودة لا تخشي شيئاً هاتيتك قومي ولا تخافي لا أحاول يا لبودة أخشى من الغرق أخشى من الغرق قبيل قبيل انقذونا انقذونا قبيل قبيل انقذونا 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 أسمع أصوات استغاثة آتية من بعيد الأصوات آتية من اتجاه النهر قبيل انقذونا يا قبيل تعال معي انقذونا انقذونا جزيلاً آتوا موسيقى بتوصى انقذوا كانوا قبيل قبيل انقذونا انقذونا حبيل حبيل انقذنا حبيل يا أخي قبيل انقذنا حبيل اذهب انت اليهم يا حبيل اذهب انقذونا لا تخاف يا اقليمة لا تخاف ابدا امسكي بيدي اجل اجل هكذا وانت يا ليبودة هاتي يدكي حبيل حبيل الحمد لله الحمد لله الحمد لله هل انتم بخير لقد نجونا لقد نجونا من الموت باعجوبة حمد لله شكرا لك يا هبيل لقد انقذتني بعد انكت ان اموت هيا نبتعد من هنا قبل ان تعود الذئاب مرة اخرى نعم هيا بنا بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين خلق الله الإنسان بيده في أحسن تقويم وأجمل صورة وأودع فيه من القوى والطاقات والمواهب ما شاء أن يودع وفي مقدمة تلك الطاقات والمواهب نعمة العقل فعلم آدم الأسماء كلها إنها السر الإلهي العظيم الذي أوضعه الله هذا الكائن البشري وهو يسلمه مقاليد الخلافة وعلم آدم الأسماء كلها إنها سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات سر القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء منطوقة يجعلها رموزا لأولئك الأشخاص والأشياء المحسوسة إنها قدرة ذات قيمة قبرى في حياة الإنسان على الأرض وإن الحياة ما كانت لتمضي في طريقها لو لم يودع الله هذا الكائن القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات فكان سجود الملائكة لآدم سجود تكريم وتشريف واحترام واحتفاء وليس سجود عبادة أو تعظيم لماذا يا إقليم؟ لماذا؟ لماذا تشعرينني التجاهل دائما؟ لماذا كلما حاولت الاقتراب منك؟ أراك تبتعدين عني؟ ترجعين الفضل في إنقاذك من الموت إلى هابيل وكأني خيال أو صراب لماذا؟ لماذا يا إقليم؟ لماذا؟ هابيل يحاول دائما أن يتميز عليك أمام أهل وأمام أبيك كن عنيفا معه لا تستسلم ماذا أصنع معه؟ إنه يستحوذ على اهتمام الجميع وحبهم رغم أنني الأفضل والأقوى وأنا خير منه نعم، أنا الأفضل والأقوى هابيل ينافسك في حب إقليمة وأنت الأحق بها ها، هل ستتركه يأخذها منك؟ إقليمة وأمي أنا وأنا أحق بها من هابيل إنني أحبها إنها لي أنا وحدي ولن يأخذها مني أحد أجل عليك أن تقف له ولا تستسلم فمن ذا الذي يأخذ منك إقليمة؟ إقليمة الجميلة لا أحد إقليمة لي أنا هابيل 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 يا أخي الذي أكرهه لن تأخذها مني أتفهم؟ لن تأخذ مني إقليمة مهما حدث لن تأخذها مني إقليمة كونه موسيقى لا أصدق أنني مازلت على قيد علمي الحمد لله لقد أرسل الله لنا قابل وهابيل في الوقت المناسب وإلا أصبحنا قابعين في أعماق النهر لقد رأيت الموت بعيني الموت شيء مخيف يا لبودة سلمك الله من كل شر نحن الآن بخير والحمد لله أدركت اليوم بأن الموت هو مفرق الأحباب هبيل أنقذ حياتي إقليمة أنت تخفينني بكلامك هذا قابل وهابيل معا أنقذانا من الموت وليس هبيل وحده ها؟ أجل أجل لقد أنجان الله على يديهما يا أشعر بأن ما رأيته اليوم سيظل كابوسا لا يفارقني ترجمة نانسي قنقر لقد أصبحت رجلا بالغا عاقلا يا قبيل أنت أول مولود على الأرض ويجب أن تكون كلمتك مسموعة ومطاعة من الجميع قابل 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 ألن تأتي لتساعدني في صنع هذا الجسر على النهر؟ إني متعب ولا أهتم بما تقوم به لماذا تصنع هذا الجسر؟ لا أفهم ماذا بك يا قبيل؟ كلما طلبت منك يد العون والمساعدة أراك تتكاسل ولا تبالي قلت لك إني متعب ولا أهتم بما تصنع فعندي ما يشغلني وما هذا الذي يشغلك؟ لا شأن لك به ودعني الآن أخذ خيلولتي لماذا يتكبر عليك قبيل؟ إنه يحصدك لأنك الأجمل والمقرب من أبيك آدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اهد قلب أخي قبيل شكرا ولماذا تسألينني أنا بالذات؟ أنت من المقربين إلى إبليس وأظن أنه لا يخفي عنك سرا أليس كذلك يا عزيزي؟ هل ترغبين في الزواج بإبليس؟ ها؟ لا كيف لي أن أفكر في هذا؟ ولكني فقط أردت أن أعرف ما يدور برأسه وكيف لي أن أعرف ما يدور برأسه؟ كن صريحا معي ولا تتخابث علي واطمئن فأنا أعرف كيف أكتم الأسرار ولا أبوح بها إنه ما زال يبحث عن زوجه أحسنت يا صديقي اذهب الآن وتقص الأمر جيدا ولا تنسى أن تخبرني إذا جد جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا هابيل لماذا نمضي اليوم مبكرا إلى الرواب البعيدة؟ نحن في فصل الربيع وستشرق الشمس بعد قليل وأغنامي تحب أن ترتع في هذا الجو البديع هابيل أخي هابيل لبيك يا أختاه ماذا حدث؟ هل قابيل ضربك ثانية؟ لا لم يضربني لماذا تبكين إذن؟ لقد طردني من أرضه يا أخت الحبيبة إن أرض الله واسعة ومن حقه أن ينفرد بنفسه من حين لآخر أقول طردني طردني إلى الأبد ولا يريد مني أو من غيري أن يقترب من أرضه قابل يغادرنا في النهار ويعود إلينا مع الليل ولكنه من اليوم لن يعود يا ليبودة طيبة لماذا تخطر مثل هذه الأفكار والهواجس في عقلك؟ ليست أفكارا ولا هواجسا يا هابيل ولكن ذلك ذلك ما حدث ما الذي حدث يا ليبودة؟ قابل يقطع الأشجار ويكوم بعضها فوق بعض ليصنع منها سياجا عاليا حول أرضه وبعد يا ليبودة وبعد ذلك طردني أشار إلى فتحة بين السياج وقال لي أخرجي من أرضي يا ليبودة كفى بكاء يا ليبودة تعالي معنا ولا تبقي وحدك وعندما تودعنا الشمس تعودين معنا ونمر على قبيل ليعود هو أيضا معنا هيا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير نستكمل ما قد بدأناه من قصة سيدنا آدم عليه السلام هبيل عد بأغنامك عن هذا الطريق طريق؟ أي طريق تعني يا قبيل؟ طريقي ألك طريق ولي طريق؟ منذ متى؟ منذ اليوم لن أسمح لأغنامك باشتياز هذا الطريق وأنت مر بأردي عجباً وكيف إذن سأعود ومن أي طريق؟ ليس هذا من شأني ولكن لماذا تسد علي الطريق؟ لأن أغنامك ستباثر هذه الأكوام من الثمار التي تعبت في جمعها انظر معي ما هذا الذي صنعته يا قبيل؟ ولماذا تجمع كل هذه الثمار؟ للطعام؟ ولماذا ترى أنت الأغنام؟ ألشيء غير الطعام؟ وما الحكمة في أن تجمع كل هذه الأكوام من الطعام؟ كي لا أعمل كل يوم؟ ما دمت أستطيع أن أختزن طعاماً عدة أيام؟ وماذا تصنع في باقي الأيام؟ تجلس بلا عمل؟ كما تفعل أنت؟ ألا تجلس كل أيامك لتفعل شيئاً سوى مراقبة ورعي هذه الأغنام البائسة؟ ومع ذلك، ماذا تريد مني؟ أن تزيل هذه السياجة التي حول الأرض وأن لا تؤذي لي بودا مرة أخرى وأن تعود معي لن أعود، وسأبقى هنا في أرضي وداعاً يا قبيل، ولن أعود غداً من هذه الطريق سأبحث عن طريق أخرى أرأيت يا زيتونة، كيف احتل آدم وبنوه أرضنا؟ ليست أرضنا وحدنا يا عينة، فلقد أصبحنا جميعاً شركاء على هذه الأرض؟ أنك ترددين كلام سومية، وتنسون كلكم أننا أول من عاش على هذه الأرض وماذا فعلتم فيها؟ أفسدتم وأحدثتم البدع وسفكتم الدماء، فكان غضب الله ولعنته التي حلت على الجميع وما يدريك أن أبناء آدم لن يفسدهم أيضاً ويسفكوا الدماء؟ ها أنت ترين الآن ماذا يفعلون؟ إنهم يعمرون الأرض قد يأتي من بعدهم من يفسد ويسفكوا الدماء ولكن تظل رسالتهم على الأرض هي الإعمار انظري إليهم كيف يعملون ونحن أيضاً سوف نعمل، ولكن على إفساد حياتهم وعلى بث الضغينة والفرقة بينهم انتقاماً منهم ومن آدم ومن ذريته إلى يوم القيامة ترجمة نانسي قنقر أحاط قابيل أرضه بسياج عال من الأشجار والأحجار وصنع باباً وأغلقه عليه وكان يزيد في مساحة أرضه يوماً بعد يوم ويحتكر ثمار الأرض لنفسه ويضيق الطريق على هابيل وأغنامه افتح يا قابيل، افتح ما هذا الذي تصوي به نحوي؟ وجهك مخيف يا قابيل ماذا حدث؟ هل أنت غاضب من شيء؟ لا، ولكني ظننت أن أحداً يحاول اقتحام أرضيه فخرجت ومعي هذا الغسل أحد يحاول أن يقتحم أرضك؟ كيف؟ هل يوجد غيرنا هنا يا قابيل على هذه الأرض؟ أم هل تظن أنني أقتحم عليك أرضك؟ أقتحم عليك مكانك يا قابيل؟ أم تعني زوجة المستقبل ليبودة التي ترطها من هذه الأرض؟ أظننتك وحشاً من البرية ولكننا في وضح النهار أظننتها أغنامك، فخشيت على ثماري منها أغنامي وديعة مسالمة هابيل، ماذا تريد؟ تريد عراكاً؟ تريد أن تصارعني؟ أنني أتحدث معك، أحاورك أسأله يا هابيل، لماذا تردني أنا ليبودة؟ ولم يطرد إقليمة؟ أنت هنا يا ليبودة؟ لماذا عصيت أمري وعدتي؟ ألم أقل لك أن تذهبي إلى غير رجعة؟ تكلمي، تكلمي هابيل، تكلم عليك أن تعيد لي بودة يا قبيل، فهي قرينة مستقبلك، ثم إنها أختي، توأمي ومن أدرك أنها ستكون قرينة مستقبلي؟ أي قوة تجبرني على ذلك؟ قوة العرف ماذا؟ ماذا تعني بهذا العرف؟ هذا ما سنه أبنا آدم، وتعارفنا عليه يا قبيل هذا هو العرف الذي اتفقنا على قبول أحكامه بيننا هل هذا الذي تسميه العرف؟ أجل، هو ذاك أنا لا أعرف ما تتحدث عنه، ولا أفهم هذا العرف هل لا سمحت لنا بالجلوس معاً كي نتحدث؟ ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا اشتركوا في القناة اجل اجل يا غنظور وسأفي لك بوعدي اذهبي الان الى سوميا واخبريه بالخبر السعيد كي يطمئن انها في ايد امينة لن تفلت بفعلتك هذه يا ابليس ولن تفلت من عقابي ابي هل سمعتم؟ انها تتوعدني تتوعد ابليس غدا سيأتي هذا السوميا الي مستعطفا متذللا طالبا رحمتي لن يحدث هذا ايها اللعين رغم كره ومقتلك يا صليطة اللسان الانه تعجبني جرأتك وشجاعتك لقد تطاولت علي في حضرة سوميا ونعتني بابشع الكلمات والالفاظ ولكن لانني متسامح طيب القلب مرهف الحس والوجدان استطيع ان اتجاوز عن اساءتك لي ولكن بشرط ان تطلبي مني العفو والصفح بكل تذلل مخضوها وعندها قد اعفو عنك على ما تضحكين اياتها البائسة ايها الشقي المسكين انك لم تتعلم من دروس الماضي كبرك وغرورك يصوراني لك انك تستطيع ان تحكم العالم ان تأمر فتطاع ستحيا يا ابليس ملعونا الى الابد من السماء والارض استفزز من استطعت يا ابليس بخيلك ورجلك من الجن والانس فسيظل ادم وبنوه من بعده سواء من اضللت واغويت او من نجى من حبائلك تشملهم رحمة الله العاصي منهم والطائع اما انت يا لعين فمطرود من رحمته الى الابد اغسائي اياتها الشقية البائسة انا لن اترض وحدي من رحمة الله انه الوعد الوعد الذي قطعته امامه عندما امهلني الى يوم يبعثون ان اقعد لهم الصراط المستقيم فانا اعرف نقاط ضعفهم واين مدخلي اليهم انا في دمائهم في عرقهم وصدورهم لن يفلتوا مني هل تسمعين لن يفلتوا مني خذوا هذه الملعونة من امامي والقوها في سجن لا قرار له وسدوا عليها كل منفذ حتى تعلم من هو ابليس ابليس سلطان هذا العالم السفلي بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ان لا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغ قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فبما اغويتني لأقعدن لهم شراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين اشتركوا في القناة 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 صلاة تملأ السماوات والارض نورا وتكون لنا وللعالمين فرجا وفرحا وسرورا اراد الله تعالى ان يقول للملائكة انه علم ما ابدوه من دهشة حين اخبرهم انه سيخلق آدم كما علم ما كتموه من الحيرة في فهم حكمة الله وعلم ايضا ما اخفاه ابليس من المعصية والجحود ادرك الملائكة ان آدم هو المخلوق الذي يعرف وهذا اشرف شيء فيه قدرته على التعلم والمعرفة كما فهم السر في انه سيصبح خليفة في الارض يتصرف فيها بالعلم والمعرفة اي معرفة الخالق وهذا ما يطلق عليه اسم الايمان والاسلام ان نجاح الانسان في معرفة الخالق ومعرفة العلوم المادية اتاح له استعمار الارض والتحكم فيها والسيادة عليها وكفل له حياة ارقى انها حكمة الله في استخلاف الانسان وسيادته على كل المخلوقات وتسخيرها له تريدونها اذا حربا ايها الملاعين تريدون تكرار مآسي الماضي اما كفانة شتتا وتشريدا لا يا سيدي سميا ما نريد الا الاصلاح اي اصلاح ابليسكم لا يعرف الا الافساد اين ابنتي اقوتة ماذا فعلتم بها تكلمي انها بامان يا سيدي معززة مكرمة فهي ابنة كبيرنا ولا يستطيع احد اهانتها غنظر اياتها الشقية كفي عن المراوغة اخبريني اين ابنتي عند سيدي ابليس وماذا يريد منها هذا العين لا يريد منها شيئا انه يريد منك ان تنضم اليه مع ادباعك من الجن لنتسيد ارضنا مرة اخرى ارضنا التي اغتصبها ادم وبنوه وانا رفضت عرضه هذا من قبل واكرر رفضي هذا غنظر قولي لسيدك ان لم تعد ابنتي في الغد دون ان يمسسها سوء سيرى مني ما لا يحمد عقبها سيدي سميا اغروبي عن وجهي يا غنظر واليدان ابليس نعيش في سلام اخبريه ان الايام دول وعلى الباغي تدور الدوائر هابيل هابيل اقليمة غبت طويلا عن ناظري هابيل ها قد اتيت ماذا تريد مني ماذا تريد ان تقول تبدو غاضبا يا قبيل هل اسأت اليك الا تعرف انك قد اسأت الي ماذا صنعت لك هذه اللهفة التي تستقبل بها اقليمة وتستقبلك بها وماذا يديرك يا قبيل انه قارن مستقبلي ومن قال هذا انا من قال هذا انتي حسنا لا بأس ولكنني اخوك توأمك اعرف ذلك اذا كيف تبدين له هذه اللهفة وهذا الشوق في وجودي ولم لا اليست حقيقة قد تكون كذلك ولكنها حقيقة مؤلمة بديع رائع وجدتها وجدتها ما هذه الذي وجدتها اناسيت حكاية العرف العرف ماذا تعني لقد صورته انت يا قبيل انه القوة التي تجعلك تستهجن ان اعلن اشواقي لاقليم امامك عدت مرة اخرى لهذا الكلام الغامض ان سلوكك هذا يؤذيني وكيف عرفت ان سلوكي يؤذيك احسست ان هذا ان تعتصر قلبي وانت تعلن شوقك لإقليمه انه نفس الشعور عندما اكل ثمرة رديئة هكذا العرف انه ثمرة ان تتذوق شيئا ما الحق معك يا قبيل لن اخطئ مرة اخرى واعلن اشواقي لاقليم امام الاخرين اذا فلنحتكم دائما الى هذا الذي تسميه عرفا اذا فلن تستطيع بعد ذلك ان تطردني اغربي عن وجهي يا لبودة وإلى ضربتك لا يا قبيل اتواصل اليك ولكنها تريد ان اطردك من الارض انت لن تطردني لانني سأذهب انا عن ارضك انا امنعك باي حق تمنعها يا قبيل ابتعد عن طريقي يا هبيل وإلا ضربتك بل ابتعد انت عن اقليمه ساغتلك يا هبيل قبيل هبيل ها 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 Recovery قل لي يا ادم متى تصنع الآن ها هذا ولدك وهذا ولدك افتح عينيك جيدا يا ادم وانظر إنهما يتعركان عرفت الآن ماذا يمكنني أن أصنع هكذا سيكون مصير ذريتك من بعدك التشاحن والعراك والدم الدم يا آدم الدم ماذا فعلتم مع قبيل وهبيل هل زادت العداوة والبغضاء بينهما؟ ما زلنا نؤجج نار الغيرة في قلب قبيل ليكره أخاه أبيل وهل فعلتم نفس الشيء مع إقليم وليبودة؟ لم تأمرن بذلك يا زعيم أيها الأغبياء أغبياء افعلوا الشر دون أوامر مني أهلكوا بني آدم اجعلوهم ينغمسوا في المعاصي والذنوب أقعودوا لهم كل مرصد لا أريد مؤمنا ولا صالحا على وجه الأرض إنسانا كان أم جنيا وأما هذه الملعونة المسمات يا قوتة فقد عزمت على الزواج بها ولكنها مؤمنة يا زعيمنا أعرف أعرف أيها الغبي وهذا ما سيزيد من إذلالها هي وأبوها سمية سأجعلها تقره الساعة التي وجدت فيها على هذه الأرض لكي تعلم من هو إبليس سأتزوج بك أيتها البائسة يا قوتة دا تعجبني وسيعجبني أكثر أن أجدها أمامي راكعتا دليلا لتكون يا قوتة طوع أمري هكذا هكذا أيها العين إبليس هذه مكافأتك لي تتزوج بمن أحضرتها أنا إليك بيدي هتين لا لا يا زعيمنا وسيدنا سأرد إليك هذه الصفعة لن أقبل بهذه الإهانة يا إبليس وسأعرف كيف أردها نشأ قبيل حادة طباع قاسياً سيء الأخلاق عكس أخيه هابيل الهادئ الوديع المسالم وكان قبيل يؤذي أخاه دائماً ويستغله فيجعله يحرث له الأرض إضافة إلى عمله في رعي الماشية فقد كان قبيل يقوم بالحرث والزراعة وهابيل يقوم بالرعي وكان آدم يتألم من ذلك ونصح ابنه قبيل فقال له قن طيباً يا قبيل مثل أخيك لا تكن شريرة إن الله لا يحب الأشرار ولكنه كان عنيداً ولا يستمع لنصائح أبيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخماس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ترجمة نانسي قنقر اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين حمداً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه يقول بعض الصالحين ممن ذاقوا حلاوة الإيمان ربما عصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً كأنهم عرفوا أن الخالق أوجد الذلة للنفس البشرية حتى يعتدل ميزانها ولا تدخل في باب التيه بالعبادة كذلك أراد الله تعالى لآدم أن يوجد في الأرض وهو غير محمل بعبء معصية نتيجة الغفلة والنسيان وكأن الحق تبارك وتعالى يقول لآدم إياك أن تجعل معصيتك تشغلك وتصدك عن حركة الحياة فالله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هل علمت يا غندور بمن توى عليه إبليس؟ وعلى من توى أياتها العجوز عينة لا تتخبثي علي أياتها العينة أنت لا تفارقينه ليلاً أو نهاراً فكيف لا تعلمين أنه قرر الزواج؟ لا علم لي بهذا الأمر ولكن كيف عرفت يا عينة بهذا الأمر؟ أنا لا يخفى علي شيء لكن هل عرفت بمن سيتزوج؟ أعلم أياتها المتطفلة الحمقاء ولكن هذا لن يحدث يا إبليس لن يحدث غندور ما بك؟ هل أصابك الخرس؟ أم هل فاجأك الخبر؟ اتركيني الآن هذا أمر يخص إبليس ولا أهتم به أعيدوك يا حلواتي أن أخبرك باسمها بمجرد أن أعرف هاهاي وداعاً يا غندوراتي إلى الجحيم أياتها العجوز الشمطاء أنت وإبليس يا قودة نعم فلتذهب هي أيضاً إلى الجحيم ترجمة نانسي قنقر الأم والأعظم أنت أكبر أبناء آدم وأنت أول مولود على الأرض أقتل هابيل هيا إنك الأحق بإقليمة إقليمة الجميلة يا هابيل لا تكون طيباً هكذا فالحياة تحتاج إلى الأقوى أقتل قابيل وتخلص منه للأبد يا قابيل لا يمكن أن تتزوج إقليمة بك ما دام هابيل على وجه الأرض أنت الأحق بإقليمة لكن قابيل يريد أن يتزوجها أقتل 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 أنت قابيل القوي العظيم أول مولود على الأرض أنت هابيل الذكي الطيب لكن هذا لن يجعلك الأقوى في وجه إقليمة إقليمة الجميلة ماذا فعلت يا يونيران انصرف عني بعيداً بعد أن ظننت أنه سيطيعني حاول مرة أخرى فنحن لن نيأس أبداً ترجمة نانسي قنقر أيها الحمق الأغبياء كيف هربت هذه الملعونة من تجرأ على إخراجها من السجن من فتح لها الأبواب لتهرب من هذا الشقي الذي اقتحم حصني وأطلق صراحها أجيبوني من فعل هذا من ولا أحد منها يجرؤ على فعل هذا العمل الشنيع وإغضاء بسيدنا يوجد خائن بينكم إنه واحد منكم أيها الملعين ويجذر به أن يعترف الآن قبل أن أنكل بكم جميعاً تكلموا من فعل هذا؟ من؟ أنا يا سيدي لماذا أقدمت على هذا الفعل آياتها الملعونة؟ تكلمي تكلمي قبل أن أجهز عليك سأتكلم تركني أرجوك إني أختنق سأتكلم هيا هيا تكلمي فعلت 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 هذا فعلت هذا حقناً للدماء يا سيدي أي دماء آياتها البائسة؟ دماؤنا جميعاً دماؤنا جميعاً؟ وأين كانت تلك الحكمة التي نضحت فجأة في عقلك المريض حين أتيت بها إليها؟ أين كانت تلك الحكمة؟ أين؟ رأيت من الصواب أن أرجعها لأبيها سمية فلقد توعدني بالحرب والانتقام أي حرب آياتها المأفونة؟ سمية هذا العجوز يتوعدني أنا بالحرب أنا إبليس سلطان هذا العالم سيدي إن لنا رسالة مقدسة لا نريد أن يشغلنا عنها شيء لا نريد أن ننشغل بالاحتراب بيننا ونترك آدم وبنيه ينعمون على هذه الأرض أنسيت ما كرسنا أنفسنا لأجله يا سيدي إبليس؟ ولماذا لم تستشريني في هذا الأمر قبل أن تقدمي عليها؟ لماذا؟ لم تكن ساعتها لتوافقني الرأي أعلم أني تصرفت بمفردي وأعلم أني أخطأت لكنه خطأ تفرده المصلحة فدعنا لننظر إلى ما تحت أقدامنا ولنفرغ لمهمتنا ورسالتنا يا سيدي إبليس هل تسمعون؟ هل تسمعون إلى ما تقول هذه البائسة؟ غندور تنصحني أنا إبليس إنها تعلمني الحكمة هل رأيتم؟ هل تظنين أن حجتك هذه ستنطل علي يا غندور؟ ألا تعلمين أني أستطيع أن أقرأ أفكارك الخبيثة وأن أتسلل إلى عقلك المريض أيتها الغيورة لأعرف ما يدور به ولكن لا بأس لا بأس ولتعلمي أيتها الملعونة أني لا أتسامح مع الخيانة وعندما يحين وقت الحساب سيكون عقابي مؤلما سيدي إبليس انصرفي من أمامي يا غندور أغربي عن وجهي أغربوا جميعا عن وجهي أغربوا جميعا هيا ترجمة نانسي قنقر دع عنك هذا الحملة يا أخي سأحمله أنا هل قلت لك إني متعب؟ ما أردت إلا المساعدة إلى أين أنت ذاهب أيها الغبي خذ احمل عني هذا إنه يدعي أنه يحبك لا لا تصدق إنه يكرهك يا هابيل إن قابيل يعلم جيدا أنك الأحق بتوأمه إقليما فلهذا يكرهك ويحقد عليك ابتعدي أيتها الأفكار والهواجس الخبيثة يونيران حاول أن توسوس أكثر لهما أنا لا أدخر أي جهد في هذا يا سهد يا قبيل لا بد أن تحسم هذا الموقف لصالحك مهما كلفك الأمر لا تكون طيبا هكذا يا هابيل فأنت الأحق بإقليما الجميلة دافع عن حقك وإقليما من حقك أنت أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم آياتها الهواجس الشيطانية ابتعدي عن عقلي وعن قلبي أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر عدد ما كان وعدد ما يقول وعدد الحركات والسكون إن رذيلة الحسد إذا تمكنت من النفس وتأصلت فيها أوردتها المهالك وزينت لها البغي والعدوان والإثم والطغيان وفي قصة سيدنا آدم عليه السلام نرى هذا المعنى واضحا تماما وكما أن للشيطان جنودا من الجن فله أيضا جنود من الإنس يستخدمها الشيطان في إضلال الناس وكما أن للشيطان جنودا مادية له أيضا جنود معنوية والجنود المعنوية للشيطان هي الغرور والعجب والزهو بالنفس حتى إذا تسرب شيء من ذلك إلى الإنسان يجد نفسه وكأنه مستغن بهذه الأشياء عن عبادة الله عز وجل فيقع في المعصية فلنرحل من هنا يا أبي إبليس يعلم جيدا أن أحدا لن يستطيع الوقوف أمامه لقد طغى إبليس وتجبر حتى على أبناء جنسه نحن معشر الجن يا قوتة حبيبتي يا قوتة ماذا فعل بك هذا العين أنا بخير والحمد لله يا زيتون مهما اتعدنا عن هنا فسيظل يلاحقنا يجب أن لا يشعر بأننا ضعفاء فأتبعه يتزايدون ونحن قلة لقد أمد الله في عمره إلى آخر يوم على هذه الأرض وهذا الوعد الإلهي جعله سادرا في غيه وطغيانه ولم يأبه الملعون بوعيد الله له بالعذاب في الآخرة فيائس من أن تناله الرحمة وصار إبليسا لعينا بعد أن كان عزازير معنى هذا أننا سنظل مهددين طوال حياتنا وله أن يفعل معنى ما يشاء؟ لا يا ابنتي فإنه رغم قوته وجبروته لن يستطيع أن يتغلب على من كان الإيمان سلاحا لقد حصننا الله من شروره بقوة الإيمان فمهما زاد الشر لن يتغلب أبدا على الخير إنها سنة الله في خلقه وهذا ما دعاه إلى معادات آدم وبنيه نعم يا ابنتي فإنه كما جمع حوله الأتباع من شياطين الجن فإنه يحرص أيضا أن يكون له أتباع من الإنس لينتقم من آدم في شخص بنيه وذريتهم من بعده ترجمة نانسي قنقر إني حزينة من أجلك أيتها الفتاة الطيبة ليبودا يتنافسان على إقليمة ويتصارعان للفوز بها أما أنتي فمنبوذة وحيدة لا يأبه بك أحد لا لست منبوذة ولكنها فعلا تستحوذ على اهتمام الجميع حتى أبي وأمي هل أنا منبوذة حق أمرضي يا ليبودا ثوري خذي حقك بيدك لا تجعلي إقليمة تأخذ منك قابيل حبيبك لكنني أحبهم جميعا وقابيل سيكون قريني أنا هذا هو العرف الذي تحدث عنه هابيل أيتها المسكينة قابل لا يأبه بك إنه يلاحق إقليمة أينما ذهبت ويقاتل آخاه من أجلها إنه حتى يكاد لا يراك وما الحيلة لقد خلقت هكذا أقل جمالا الحيلة معك أطمسي جمالها هذا أو تخلصي منها إلى الأبد وبذلك سيتنافس قابيل وهبيل عليك أنت لا لا ابتعد أيتها الأفكار الشيطانية اللعينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر أخ إلى متى سنظل في منفان هذا يا باصر؟ لقد مللت من الوحدة وأنا كذلك يا شاصر أريد أن أعرف ماذا حدث لأهلنا من الجن هل بقي أحد منهم حيا بعد أن نزلت ملائكة السماء لتعاقبهم أم نحن فقط الأحياء كل فضول للذهاب واستجلاء الأمر فلقد مكثنا سنين مختبئين لا نعلم شيئا فيما تدحدثان أيها التوأمان وما اسمكما؟ شاصر وباصر؟ أكاد لا أفرق بينكما يجب أن نضع علامة تميز أحدكما عن الآخر أحسنتي عن فريسة لنعرف من منكما شاصر ومن منكما باصر أتسخرين منا يا أم الشعور؟ وأنت يا عن فريسة لماذا تحضقين فينا هكذا كأنك تريننا لأول مرة؟ عن فريسة محقة فيما تقول فأني برغم هذه السنين معكما ما زلت لا أستطيع أن أعرف من منكما شاصر ومن باصر دعونا من هذا الهزل لقد كنت أتساءل مع أخي باصر عن مصير معشر الجن بعد غزو الملائكة للأرض نعم هل نحن وحدنا على هذه الأرض؟ أم أن هناك من يختبئ مثلنا في مكان آخر؟ آه وإلى ما توصلتما أيها الذكيان؟ آه عدنا للسخرية مرة أخرى يا عن فريسة الأمر جد لا هزل فيه إنهما على حق يا عن فريسة أنا أيضا أتشوق لهذه المغامرة دعونا إذن ننتشر في اتجاهات الأرض الأربع نجتاز الجبال والبحار ونضرب موعدا بيننا وليكن بعد ثلاثة أيام نتجمع هنا قبل غروب الشمس ويحكي كل منا ما رأى ولكن دون أن يسمعنا أو يرانا أي أحد هذا إذا وجدنا أحدا غيرنا أحسنت أيها الذكي هيا بنا بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ترجمة نانسي قنقر اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير من القصص المعبرة والمثيرة التي قصها علينا القرآن الكريم قصة ابني آدم عليه السلام تلك القصة التي جرت أحداثها مع بداية الوجود الإنساني على الأرض والتي انتهت أحداثها بقتل الأخ لأخيه حسدا وعدوانا وقد أفاضت سورة البقرة في القرآن الكريم في قضية الخلق وفي العلاقة بين سيدنا آدم والملائكة الكرام كما بينت السورة عمل الشيطان عندما وسوس لآدم في الجنة ليكون ذلك أول بادرة للصراع الأبادي في الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وقد على وجهها الحزن والأسها هأترقب مصيري عينة فلقد توعدني إبليس بالعقاب على ما اقترفته وانتظر هذا العقاب بين لحظة وأخرى كيف تجرأت وأخرجت هذه الملعونة يقوت من سجنها ها أنت فعلا تستحقين ما ينزل بك من عقاب على هذه الجريمة الشنعاء أيتها العجوز الشمطاء هل جئت تظهرين لي الشماتة؟ ليست عينة من تشمت فيك أيتها البائسة ماذا تريدين إذن؟ أريد أن أنقذك من غضب إبليس وعقابه حقا؟ حقا ما تقولين أيتها العزيزة عينة؟ ألم أكن من برهة عجوزا شمطاء أيتها الخبيثة؟ سامحيني سامحيني يا حبيبتي والآن أقولي كيف ستفعلين ذلك؟ كيف سأنجو من عقاب إبليس وانتقامه؟ ليس هذا فقط ها؟ ماذا تقصدين؟ ارحل عن هذه الأرض يا هبيل قبيل؟ قبيل؟ مرة أخرى تشهر في وجه هذا الغصن المدبب؟ إنه سلاح ولما؟ ماذا تريد؟ أن تجلو عن هذه الأرض ولكنها ليست أرضك بل أرضي كل أرض تنبت الثمار هي أرضي وإلى أين أمضي يا قبيل؟ هذه الأرض هي آخر ما تبقى لي كي أرعى أغنامي ليس بعدها إلا الصحراء والفيافي يمكنك أن تتخذ فيها مقامك يا هبيل أنت تدفع بأخيك إلى الفيافي إلى حيث الرمال والجفاف فلا عشب لأغنامي ولا مرعة أغنامك؟ أغنامك فلترحل هي أيضا معك إلى أين؟ إلى أين؟ للجوع يا قبيل؟ ماذا تريد منا يا قبيل؟ لماذا تضيق علينا حياتنا؟ وما هذه القسوة؟ فلنرحل من هنا يا إقليم إلى أين؟ هناك نبع ماء يتفجر من بين الصخور وحيث يوجد الماء يوجد العشب وربما أيضا توجد الثمار هيا معي هيا قبيل أتريد أن يكون الصخر أليا على أخيك من قلبك؟ هل تصدقين أن الصخور يتفجر منها ماء؟ إنها خيالات ابقي معي يا إقليم ابقي معي لا لن أبقى معك سأرحل أنا أيضا من هنا وسأشكو إلى أبي آدم كل أفعالك يا قبيل انطلقي معه إذن اذهبي إلى حيث الصخور إلى حيث الصرابي والأوهام انطلقي معه يا إقليم انطلقي هل ستترك له نبع الماء يا قبيل؟ أي ماء هذا الذي يخرج من الصخور؟ اذهب وراءه اتباعه فربما هناك بالفعل نبع ماء وماذا يضيرني إن وجد ماء بين الصخور؟ أيها الغبي الماء مصدر الحياة سوف يتحكم في الماء ويمنعها كي ينتقم منك الماء أجل فحيث يوجد الماء توجد الحياة لكن كيف يخرج الماء من الصخور؟ اذهب خلفه وتحر الأمر لم تخسر شيئا هيا أسرع عمت مساء سيدي إبليس؟ عينة أي ريح أتت بك أياتها العجوز؟ ريح المحبة والإخلاص والولاء إن الخيانة دائما ما تأتيني ممن كنت أتوسم فيه من الإخلاص والولاء من تقصد يا سيدي؟ هذه الشقية غندور أما علمت بما فعلت؟ أعلمت يا سيدي وفي الحقيقة إني ألتمس لها بعض العذر فيما فعلت كيف يا عينة؟ كيف؟ الغيرة يا سيدي الغيرة تفعل الأفاعيل لقد وعدت أن تكافئها بعد أن أحضرت إليك يا قوة مكبلة ذليلة وهي لم تصبر حتى أكافئها واقترفت هذا الفعل الشنيع لقد صدمت المسكينة حين علمت بعزمك الزواج بياقوتة أردت إذلالها هي وسومية ثم ما ضر هذه العينة إن كنت سأتزوج بياقوتة أو بغيرها إنني لا أريد غير الذرية لكي أحقق انتقامي من آدم وذريتها إذن تزوج بغندور وتزوج بمن شئت بعدها لتنشر ذريتك في أنحاء الأرض ليكون وعونا لك على آدم وذريته ولكني توعدتها بالعقاب فليكن زواجك بها هو عين العقاب وصدقني هو أيضا عين الصواب بوعدك لها بالمكافأة ووعيدك لها بالعقاب بشري هذه اللعينة بشرف اقتراني بها ولتكن باكورة ذريتي من هذه الشقية غندور سيدي الإمام واضح من سياق قصة آدم وبنيه وصراعهم مع إبليس أن الجن يتنسلون مثل البشر ولكن هل كان لإبليس أيضا ذرية؟ أجل يا بني إبليس له ذرية منتشرون في الأرض ولا هدف لهم سوى الغواية والإضلال وقد ذكر الحق سبحانه هذا المعنى في قوله بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا صدق الله العظيم ذرية إبليس إذن أعداء للإنسان قولا واحدا كما ذكر الحق سبحانه إبليس وذريته أعداء لبني الإنسان إلى قيام الساعة ترجمة نانسي قنقر إبتعد أيها الوحش إبتعد حبيل حبيل احتلس احتلس يا حبيل بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين أمين ترجمة نانسي قنقر اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين سيدي الإمام هل غضب الله عز وجل على آدم مثلما غضب على إبليس فكلاهما ارتكب معصية لم يغضب الله تعالى على آدم عليه السلام بل عاتبه عتابا خفيفا استلزم توبته فتاب الله عز وجل عليه واجتباه ولم يكن نزوله إلى الأرض طردا له من الجنة بل كان لغاية قبرى وهو أن يعمر الأرض كلها أفهم من ذلك يا سيدي أن عسيان آدم غير عسيان إبليس آدم عليه السلام معصيته نتجت عن غفلة ونسيان وقد أسرع بالتوبة هو وزوجه فتاب الله عليهما أما معصية إبليس فكانت عن تكبر وحسد حتى إنه لم يسارع إلى طلب التوبة والمغفرة فكان أن غضب الله عليه ولعنه إن رذيلة الحسد إذا تمكنت من النفس وتأصلت فيها أو ردتها المهالك وزينت لها البغية والعدوان والإثم والطغيان ابتعد أيها الوحش ابتعد هابيل هابيل احتلس احتلس يا هابيل ابتعدي يا أقليمة ابتعدي ابتعدي حتى لا يؤذيك هابيل إنه ينزف إنه كلب بري ويتألم بشدة سأقترب منه لأرى ماذا حدث له لا 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 أخشى أن يفترسك لا تخافي اهدأ أيها الكلب اهدأ أيها المسكين دعني أرى جرحك ماذا تفعل يا هابيل؟ أحاول أن أساعده سأربط على الجرح كي يتوقف هذا النزيف هل أحضر له طعاما؟ ربما يكون جائعاً لا أحضري قليلاً من ماء النبع كي يروي يا ضماء ألاحظ أن هذا الكلب يدبعنا أينما ذهبنا إنه ممتن لنا لأننا علجناه من جرحه وأويناه فآنس إلينا أتعرف؟ أنا أيضاً آنست إليه وأصبحت لا أخشاه لم أتصور أن مثل هذه الكائنات يمكن ترويضها واستئناسها بما أنه قد أصبح فرداً منا ولا يفارقنا ما رأيك أن نطلق عليه اسماً نناديه به؟ فكرة طيبة وحيث إنه قد آنس إلينا ونحن أيضاً قد آنسنا إليه فسوف نسميه أنيساً أنيس إنه اسم جميل أنيس أنيس أقبل تعال تعال أرأيتي لقد أعجبه الاسم أين كنت أيتها الشقية؟ ليومان أبحث عنك هل ابتلعتك الأرض؟ ليتها ابتلعتني يا عينا إني أختبئ عن أعين إبليس وأعين أتباعه ولكن لماذا تبحثين عني؟ هل كلفك إبليس بذلك؟ أم عندك أخبار مبشرة تطمئنين قلبي بها؟ كنت أود أن أبشرك يا عزيزتي ولكن 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 ماذا؟ يا ويلتي لم يصفح عني إبليس؟ هلكت يا غندور هلكت على ما تضحكين أيتها العجوز البائسة؟ لقد أنقذتك من نفسك أيتها المتهورة الحمقى حقا؟ حقا ما تقولين يا عينا؟ بذلت جهدا كبيرا كي يصفح عنك لن أنسى ما فعلتيه من أجلي يا حبيبتي وإليك البشارة الكبرى ها؟ أي بشارة بعد العفو والصفح؟ ستكونين أول من يأتي له بالذرية أنا لا لا أصدق هل تقصدين؟ نعم أيتها البلهاء الجاحدة ستكونين زوجة لإبليس لا أصدق لا أصدق أشكرك يا حبيبتي أشكرك يا عينا أشكرك يا عينا يا إلهي إلى أين ينضي كل هذا الماء؟ وكيف تفجر من بين السخور؟ يا لك من ماكر يا هبيل ولكن لا إنني أنا قبيل ما؟ قبيل هبيل يجب أن يجلو عن هذه الأرض أيضا إلى أين؟ هل ستترك له هذا النبع الصافي الجميل؟ إنه قد يتحكم بعد ذلك في أرضك كيف؟ يمنع عنك الماء فتموت عطشا أنت وأرضك وماذا أصنع؟ آدم أيضا سيقف أمامك سيقول إنها ليست أرضك سيحكم لأخيك الراعي فهل تقبل؟ وماذا أصنع؟ أعلن العصيان سيلعنني آدم أنت الأقوى أنت خير منها ستلعنني السماء أيها الرعديد يجب أن يكون النبع لك الماء لك الأرض والنهر لك لك وحدك يا قبيل وحدي؟ نعم وحدي ولكن كيف أطيق الحياة وحدي؟ ومن يعمل في أرضي؟ هبيل نعم هبيل وإقليمة تعمل لك أيضا مع قرين مستقبلها هبيل؟ لا إقليمة لي وحدي إقليمة لا تتركها بيل إذن يجب أن يتركها هو كيف؟ بالقوة وإذا وقف في وجهك آدم أعلن العصيان والسماء السماء إن عصيان السماء خسران عظيم وإقليمة إقليمة لي وحدي لي وحدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ها قد أتينا في الموعد فما بال التوأمين؟ دعك منهما أخبريني ماذا وجدت أخبريني أنت أولا رأيت أقواما من الجن يأتمرون بكبير لهم يدعى إبليس ويناصبون العداء لجنس آخر على الأرض لم أرهم من قبل هل تحدثت مع أحد منهم؟ توجست خيفة مما رأيت من أفعالهم وأنت ماذا وجدت؟ رأيت الكبير سوميا وقد بدى حزينا ومعه القليل من الأتباع وعلمت أن حربا تكاد توشك بينهم وبين إبليس وأتباعه لماذا تأخر هذان الغبيان؟ لا تعولي عليهما كثيرا فلا فائدة ترجى منهما آه ها قد أتينا لماذا تأخرتما؟ ها هل وجدتما شيئا؟ تكلم لقد رأينا تكلم لا تكلم أنت انتظر هل كنتما معا؟ أجل نحن لا نفترق عن بعضنا البعض لقد ابتلينا بهذين الأحمقين عثرنا على آخرين مختبئين مثلنا منذ زمن ولكنهم خافوا أن يأتوا معنا ما رأيكم أن نذهب نحن إليهم؟ فكرة جيدة هيا بنا ونحن سنكون في انتظاركما لن نكون في انتظاركما تقدم تقدم أيها الأبلهان أما زلت قابعا عندك أيها الأحمق؟ ماذا يمكنني أن أفل؟ كي أجعله يرحل عن النبع فيا أرض لا تصلح للزراعة ولا حجة لي لديه عليك بالحيلة تخير سلاحا غير ما في يدك يا قابيل أي سلاح تقصد؟ سلاح الاحتيال ثم تعود إلى هذا الغصن المدبب لتغرسه في صدره ولكنه أقوى مني برغم ما في يدي من سلاح وكيف أحتل؟ الأمر هين يا قابيل وقد يكون الأجدى بدلا من الاحتيال يكون الاغتيال الاغتيال؟ الليل قادم وفي الليل ينام هابيل هل أدركت ما أريد يا قابيل؟ نعم أسرع إذن أسرع قبل أن ينقشع الظلام هيا هيا بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير نستكمل ما قد بدأناه من قصة سيدنا آدم عليه السلام ما هذا الوحش؟ ما هذا الوحش؟ قبيل ماذا تفعل هنا؟ الوحش يكشر عن أنيابه إنه ينوي الهجوم عليه أخفض سلاحك يا قبيل حتى لا يفترسك إهدى يا أنيس إنه أخي أنيس؟ أنت تناديه بأنيس؟ لقد استأنست هذا الكلب البري بعد أن علجته من جرح قد أصابه فآنس لي وآنست إليه وأصبح يلازمني ولا يفرقني فسميته أنيسا ولكن لماذا لا يبدو أنيسا بالنسبة لي؟ أبعده عني يا هبيل ألقي قبيل بما في يدك كي يهدأ لا لن ألقي به سأدافع به عن نفسي قبيل؟ ماذا تفعل هنا في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ إقليمة أنت أيضا تصدقين هذا الوحش؟ لماذا عدت هذه المرة؟ كنت عند أبي آدم ثم جئت إليكم بسلام ولكنكم تستعديان علي هذا الوحش؟ لا يا قبيل لا أنيسا لا يعتدي على أحد دون سبب لماذا إذن هجم علي وأنا فوق رأسك أقذك؟ ألم يكن في يدك سلاح؟ ولا يزال في يدي أقليمة أشهره مرة أخرى حاول إن استطعت أنقذوني أنقذوني من هذا الوحش إنه يمزق ثيابي أبعدوه عني هابيل هابيل كف عنه يا أنيس ابتعد سألقي سلاح سألقي به لا بأس لا بأس ها قد سكن أنيس وهدأ اجلس يا قبيل لا 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 دعوني أذهب هنا ابقى يا قبيل ابقى لا تخاف اتركوني اتركوني لما أعود أطمئن أبسك به يا هابيل أبسك به كي لا يتبعني إني راحل من أرضكم راحل من أرضكم ترجمة نانسي قنقر صدقتني الآن يا يقوت حين قلت لك إن الإنسان غير مؤهل كي يعمر الأرض بل هو إلى خرابها أقرب يبدو أنك لا تفهمين أيها العجوز عينة أن حكمة الله من خلق آدم التي لم يدركها إبليس هي للبناء وإعمار الأرض أنت تحكمين على ظاهر الأشياء وصراع الإخوة واقتتالهم هل ذلك بناء وتعمير؟ لقد استخلف الله آدم وذريته في الأرض بعد أن خربناها نحن الجن إذا أمد الله في عمرك يا يقوتة سوف ترين أنهار الدم وهو قبيل على وشك أن يكون له السبق كأول من يسن سنة القتل نحن أصحاب الأرض وأول من وجد عليها وآدم وبنه يزاحمنا أرضنا إنها أرض الله يورثها من يشاء من عباده واسأل اللعين إبليس فعنده الخبر اليقين بعد أن أمض الله في عمره إلى يوم الوقت المعلوم أيها الأدباع المخلصين من بني الجن أعلن عليكم نبأ اقتراني بالعزيزة غندور لتكون ذريتي منها في طليعة الانتقام من بني الإنس هذا خبر جميل نريد ذرية تساعدنا في حربنا ضد آدم وذريته نريد أن تزداد أعدادنا وأن تفوق أعداد ولد آدم سيحدث هذا وأعدكم كلما ولد لآدم أو لذريته ولد سيخرج من صلبي من يترى الصد فإن كان آدم سيتباهى بذريته أنا أيضا أتباهى وأزه بذريته وبما ستفعله من بث الفرقة والتشاحن والتباغد والاقتتال على متاع الدنيا سنزين لهم كل قبيح حتى يظنوا أنهم يحسنون صنعا وهم في الحقيقة الأخسرين أعمالا حقا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا حصرتاه على أبناء آدم لقد نجح إبليس في بث الفرقة بين الإخوة جميعا نعم لقد استغل مشاعر الغيرة والحسد ليبث سمومه وينفذ ما وعد من انتقامه لآدم وذريته أكاد أشم رائحة الدم وقد غطت كل مكان في الأرض يا زيتون ماذا تقصدين يا يقود إنه سلسال الدم بين ذرية آدم سلسال لن ينتهي حتى قيام الساعة لقد صدق ظن إبليس فيهم وستكون الخطيئة الأولى التي لن يغفرها الله ترى هل ستحدث المعجزة وتحقن الدماء بين الإخوة أم أن قدر الله نافذ إنه الصراع الأزلي بين الخير والشر طالما وجد إبليس على هذه الأرض إنني في غاية السعادة أصبحت زوجة لإبليس وساد التباغض والتشاحن بين أبناء آدم لكن ما زال أمامنا الكثير لابد من القتال بينهما وهو ما لم يحدث حتى الآن غدا سيحدث هذا القتال بعد أن تحدى قابيل آخاه أن يصارعه غدا سيكون بداية الدم المهم أنك تزوجت إبليس لتنجب لنا ذرية كبيرة لتقاتل معنا آدم وذريته ذرية إبليس سوف تملأ الأرض لتتصيد ضعاف النفوس من البشر سلاحنا هو الغواية وأول ضحايانا سيكون قابيل هيا تقدم يا هابيل كي نعرف من منا الأقوى إنها مجرد منافسة بريئة يا أخي وما حكم به أبونا سوف يكون لا لن يكون سأقتلك يا هابيل كي تكون إقليم لي وحدي وأنا لن أقتلك أرى الشيطان في وجهك هو الذي يتكلم وأنا لا أرى غير وجهك الكريه أيها الابن المدلل أقتله قبل أن يقتلك تخلص منه إلى الأبد ألقي على رأسه حجرا وتخلص منه يا هابيل فأنت الأحق بإقليمه أتركني أتركني يا هابيل إني أخطنق أتركني لن أوذيك يا أخي لن أوذيك ها قد تركتك فلتهدأ لن أهدأ ولنا جولة أخرى وأعدك أنها ستكون الأخيرة ستكون الأخيرة أتميز غيظا من ذلك الشقي هابيل؟ إن قابيل هو من يستحق الرفاء يتباهى بأنه الأقوى والأفضل ويسقط في أول اختبار أمام أخيه قاب أملك يا إبليس وخسرت رهانك على قبيل لا إبليس لن ييأس وما دام قبيل على قيد الحياة فإن الشر سينضي في طريقي بقي أن نعمل أنا وأنت على نشر العداء بين الأختين إقليمه وليبوده ليبوده لقمة سائغة فهي المسكينة التي لا يرقون لها بالا حاولت معها من قبل ولم أفلح دعيها لي إذن فمكر النساء لا يعرفه إلا من عرك الحياة سأبث في قلبها الكراهية لإقليمه إقليمه التي يتصارع عليها قابيل وهابيل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر